موسيقى رئيس الجمهورية رئيس المنتخب في تغريدة على منصة اكس يهنئ الشعب الموريتانيا بمناسبة حلول العام الهجري الجديد سيادته يهنئ الرئيس الايراني المنتخب يتلقى التهاني من طرف الرئيس التركي بمناسبة فوزه في الانتخابات موسيقى في مؤشر على موسم خريف واعد مناطق واسعة من الوطن تشهد تساقطات مطرية هامة وارتياح لدى ساكنة هذه المناطق موسيقى طيب الله وقاتكم انا ما كنتم مشاهدين اهلا بكم الى مسائية الموريتانيا اصحابكم فيها عزة عبدهشم وفي لغة الاشارة عائشة علي وجه رئيس الجمهورية الرئيس المنتخب وسيد محمد والشيخ الغزواني في تغريدة على منصة اكس التهانئة الى الشعب الموريتاني بمناسبة حلول العام الهجري الجديد وجاء في التغريدة بمناسبة العام الهجري الجديد يطيب لي ان ارفع اليكم واطنية الاعزاء اخلص التهانئة واطيب التبركات سائل المولى عز وجل ان يعيده على وطننا الغالي وعلى الامتين العربية والاسلامية بالخير والسلام وجه فخامة رئيس الجمهورية الرئيس المنتخب سيد محمد والشيخ الغزواني اليوم برقية تهنئة الى فخامة سيد مسعود بسشكام بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية الاسلامية الايرانية وجاء في البرقية صاحب الفخامة تلقيت بارتياح كبير انتخابكم رئيسا للجمهورية الاسلامية الايرانية الشقيقة وهي مناسبة اغتنمها لأقدم لكم احر التهانئة على هذه الثقة التي ملتموها من الشعب الايراني ولأتمنى لكم كل التوفيق والسداد في مهامكم الجديدة كما اود ان اؤكد لكم رغبة الاكيدة في تنمية علاقات الاخوة والتعاون بين بلدين بما يخدم المصالح المشتركة لشعبين الشقيقين محمد والشيخ الغزواني تلقى فخامة رئيس الجمهورية الرئيس المنتخب سيد محمد والشيخ الغزواني برقية تهنئة من فخامة السيد رجب طيب اردوغان رئيس الجمهورية التركية بمناسبة عادة انتخابه رئيسا للجمهورية الاسلامية الموريتانية لمأمورية جديدة وجاء في البرقية باسم شعبي وباسم شخصيا ابعثوا باحر التهانئ الى فخامتكم بمناسبة عادة انتخابكم لرئاسة الجمهورية الاسلامية الموريتانية وتمنى لكم دوام النجاح في مهامكم السامية آملا ان تواصل موريتانيا التقدم نحو مستقبل مزدهر تحت قيادة فخامتكم انا متأكد انه خلال ولايتكم الجديدة ستتعزز العلاقات بين بلدينا بفضل جهودنا المشتركة المستندة الى مصالح شعوبنا والتي تعكس امكاناتهم الحالية وبهذه المناسبة اكرر اطيب التمنيات لفخامتكم بالصحة والسعادة والشعب الموريتاني الصديق والشقيق بالرفاهية والازدهار رئيس الجمهورية التركية رجب طيب اردوغان افدت شبكة الاتصال الاداري بوزارة الداخلية والمركزية ان مقيس المطر سجلت خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية هطل كميات من الامطار على مناطق متفرقة من البلاد وذلك على النحو الاتي ترجمة نانسي قنقر 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 والقرى المبتدة على طريق روسو تيجندا وحتى التقرير التالي التهاطلة المطرية التي شهدتها مدينة روسو مع ساعات الصباح الأولى أثرت نسبيا على شوارع المدينة لكنها حسب السكان لم تخلف أضوارا تذكر بل كانت تأثيرها إيجابيا على حالة الطقس التي عرفت عقب المطر انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة التي تباينت خلال الأيام الماضية في عين الثلاثين والأربعين درجة ساكن هنا في القوارب وإسحاب جاءتني هنا مع الصباح من التاسعة ونص جاءتني هنا وقابلتني هنا في المدينة هذه وكانت إسحاب جيدة ماشاء الله للمستوى ما خسرت شيء حمد الله وزيدة ماشاء الله مع أنها لم تتجاوى 26 مليمتر في روسو فقد دخلت مياه المطر مسابة في بعض المنازل والبيوت في أحياء السطارة وفي ضواحل المدينة شهدت الأحياء والقرى الممتدة على الطريق الرابط بين مدينتي روسو وتيقند هطل كميات أخرى من الأمطار كست الأرض لبوسا خاصا مع حلول السنة الهجرية جديدة وعقب المطر هبت نسائم خير أضفت لحالة التقصي أفاويح جياشة تنبئ بموسم خريف واعد وفي نفس السياق دائما شهدت مدينة أطار مساء أمس تساقطات مطرية خفيفة مما أدى إلى انخفاض في درجات الحرارة وقد عبر المواضنون عن ارتياحهم لهذه الأجواء في وقت شهدت فيه درجات الحرارة ارتفاعا ملحوظا خلال الأسابع الماضية تزامنا مع بداية موسم القيطنة زخات المطرية عرفتها مدينة أطار مما يكسر موزة الحر التي شهدتها خلال الأيام الأخيرة ويبدو المواطنون الكثير من الارتياح لهذه الأجواء التي يهدت لانخفاض منسوب درجات الحرارة هذا الجو ديوم فتبارك الله مطاري وزين عندنا جو أطار كان حامل وهذا النهار ديوم فتبارك الله زين وراجعين إن شاء الله مزيد من السحاء النهارات حرارتهم كانت تمتشين وما كنا قاعدة معين السحاء يا قاري ما شاء الله اليوم بعد الجو زين ما شاء الله جاءت السحاب الجو كان من شاء الله حامل والحمد لله جاءتنا اليوم شوي من العامية وذانية عقبتها شوي من الراش راش والحمد لله وذانية برد علينا الجو وحامجين ملانا الشاكري على السحاب اللي جاءتنا اليوم قد تفرج علينا شوي عامل الحمان مخلفات الأمطار الخفيفة هنا وهناك تحييف النفوس أملا بمؤشرات موسم خليفي واعد بالمنطقة الحمد لله عاقب هذا كامل من الحمال نجافرين بداية موسم الصيف الحمد لله كسروا هذه الزخات المطارية الجاتية يدحم سهل يجعل بداية خير وبركة على الولاية كاملة بداية موسمنا متهار على ولاية نادرال يجعل موسم خير وبركة ويعود من أشبه المواسم هذا المناخ جيد هذا الجو جيد وتعطينا مملية الحمد لله نوع منه تمانوكة الجو والحمد لله هذا العارض جيد عندنا ودقاء 6 سنة بداية هذا الشهر وراجل من الله تبارك وتعالى على نهائل نعود موسم خريف جيد وبذلك تنتعيش الحركات والنجاة في القلب النابض لعاصمة ولاية أدرار عقب هذه التساقطات التي تضفي جوا من الاعتدال على صيف المنطقة في ظل موسم جني ذمال التمور القياطنة الفاغة والشيباني قناة الموريتانية مدينة أطهر احتضن المركز الدولي للمؤتمرات بالعاصمة يظهر اليوم حفل تخرج الدفعة الرابعة من التخصصات المهنية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية التابعة لجماعة وكشوت ويبلغ عدد خريجي هذه الدفعة 430 طالبا موزعين على تخصصات البنوك والتأمين والمالية المحاسبة تسير المصادر البشرية رئيس الدفعة الشيخ نانوح عبد الرحمن في كلمته باسم الطلاب المتخرجين أشهد بجهود أساتذتهم على مدى ثلاث سنوات من التعليم منوها بمستوى التكوين الذي تلقاه الخريجين وصبرهم متعهدا بأن يترجم الخريجون ما تلقوه من معلومات ومعارف خلال حياتهم المهنية وقد تميز الحفل بحضور عدد من الفاعلين في المجال الاقتصادي والإداري إضافة إلى طاقم التدريس والطلبة المتخرجين كما تميز كذلك بعرض فيلم حول المسار العلمي للدفعة المتخرجة في الشأن التربوي وعلى غرار باقي مدن البلاد اختتمت في مدينة كيفا امتحانات ختم دروس الاعدادية امتحانات وجرت في ظروف مؤاتية تحت إشراف المصالح التربوية والإدارية والأمنية بعد ثلاثة أيام من التباري في ميدان العلوم أصدل الستار على امتحان ختم الدروس الاعدادية الذي يعد محطة مفصلية في مسار التلميذ الدراسي حيث سيمكنه النجاح من الولوج إلى مرحلة الثانوية وبداية تحصيل علمي جديد الامتحان جرى في ظروف ملائمة إذ تم توفير جميع المتطلبات من طرف الإدارة الجهوية للتهذيب بمواكبة من السلطات الإدارية والأمنية عملية تمت ظروف جيدة جميع المستلزمات توفرت لله الحم المراقبين جاءوا في الوقت المناسب وكذلك أناصر الشرفة كانت غروف الامتحان جيدة سلطات الإدارية قامت زادية بدورها من خلال الطلاع قامت بزيارة للمراكز تطلع على ذلك الظروف كان فمنواقص الله ما يهم وكان كل شيء تمام لله الحم التلاميذ عبروا عن ارتياحهم لظروف التي جارا فيها الامتحان آملين أن تكلل مجهوداتهم بالنجاح والتفوق دورنا نتنعها إن شاء الله المسابقة زينا وكامل جانب الوقت بقابة زينا الحمد لله وتمنى النجاح للزملائي هذا الشمس دحمه نعد الخطم الدروس السنة الإدارية والجوم كانت ضروف جيدة مراقبين مراقتهم جيدة واتمنى توفق جميع زملائي باب الحمد والحمد اليوم هو آخر نهار ومشاء الله كانت لمر طيبة محمد الانحمر بشير عند المسابقة ختم الدروس الإعدادية حضور جيد توزير مواضيع جيد وليس مراقبة جيدة اليوم آخر عن المسابقة ختم الدروس الإعدادية تمنى نجاح لانو زملائي يشارك في امتحان ختم الدروس الإعدادية بولاية العصابة تسعة آلاف وخمسمائة وواحد وخمسين تلميذة يتوزعون على مائة واثنين وثلاثين مركز امتحان حمد المصطفى نونو قناة الموريتانية مدينة كيفا عبر عدد من ساكنة العاصمة نوكشوط لباقة قنوات الموريتانية عن أهمية تعزيز الوحدة الوطنية والحفاظ على التماسك الاجتماعي والسلم والأمن بين مختلف مكونات الشعب الموريتاني ومحاربة خطاب الكراهية والعنصرية موقفي من الأمن والاستقرار والوحدة الوطنية موقف ثابت وهو يا الله يعود موقف جميع المواطنين الغيرين على بلده الوطن ما يبدل في شيء أولا ما يبدل بالانتخابات ولا يبدل بالرئاسة ولا يبدل بالمال ولا يبدل بالجاه ولا يبدل بالقبائل الوطن هو رأس كل شيء وهو أمن كل شيء وحد بلا وطن لا يملك شيء وهذه البجموعات التي يسوالها تحرق وطنها وتحرق سمعة بلدها على أساس مكانها سياسية معينة هذا لا ينبضي ولا يجوز ويجيب على جميع المواطنين الموريتانيين التصدي لشكل في ذات من المسلكيات السيئة اللي حقيقة وحكما ما طلب من كل حد مننا على أن يعود ضيوره على بلده ويعود ضيوره على بلده ويعود ضيوره على بلده ما يقرب حد وخلونا في أمن وخلونا من ذيك الفوضاء وخلونا قاعدين في دولتنا والدولة هي اللي نختار وتموا فيها وتموا عايشين فيها وفيها ياسم الاستقرار الحمدلله وفيها ياسم الأمن وراجعين معند ملالة لنا يحفظ البلاد والعباد انشر لذول أمور كاملين أي حد لا يحتاج بشرر المورتاني الله يحافظ على أنه يحود أولا يحافظ على سلامته هو كشخص ذاني سلامة الناس لأنه حريته توقف عند حريات الآخرين والتالي لا يشوت حجرة لا يطيح على أبوتيك ولا يرصف على أحد يسوه منه بالشارع ونحن لا عدنا شيئا وقصنا الباتيق وقصنا المرصة وقفنا وقصنا الكرعين هذا ما هو حال المشكلة ويعرفوا عن هذا كامل عبيد الله سبحانه وتعالى يسوى بيلهم ويسوى خضرهم ويسوى صفرهم ويسوى دخنهم كامل من خلقهم من تراب لأنه يتقى الله سبحانه وتعالى وعسم الفتنة الفتنة نائمة ولعن الله من أي قواها وحاجة تقاملانا دولة دولتنا كاملين لا يتمشكل فيها نحن كاملين أخوات لا يقع أي شيء رواية بسيطة لا يجعلنا دائقنا بالموليتان نحن كاملين كحنة وبيعونة وكاملين ودخوات ولا أحد مننا يتمشكل مع الأخوات لم يجد شيء ضرر لمومهم نأتي على ختم الفقرة المخصصة للغة الإشارة مع عائشة علي يشكل الصيد الرياضي هواية مفضلة عند العديد من ساكنة ولاية داخلة واذيبو حيث أصبح يتوفر على اتحاد ينتعنى بتطويره وحرصا على تعزيز قدرات المهتمين بهذه الرياضة احتضنت مدينة واذيبو اختتام دورة تكوينية في مجال الصيد البوري مكنت هذه الدورة التكوينية المنظمة من قبل الاتحادية الموريتانية للصيد الرياضي من تعزيز قدرات العديد من المهتمين بالصيد الرياضي في ولاية داخت واذيبو وقد تلقى المشاركون عروضا نظرية وتطبيقية بإشراف من المكونين من الجامعة المغربية للصيد الرياضي وتسعى الاتحادية من خلال هذا التكوين إلى تعزيز قدرات المهتمين بهذا النوع من الرياضات من أجل تأهيلهم للمشاركة في المسابقات الدولية التي ينظمها الاتحاد الدولي للصيد الرياضي من حين لآخر نحن الحمد لله في الاتحادية الموريتانية للصيد الرياضي بعد مشاركتنا في بطولة كأس العالم ولأول مرة موريتانية تشارك فيها كانت جهود مهمة وكانت مشاركة متميزة حقق الفريق الوطني ضيقات مهمة في المسابقة الدولية وهو كأس العالم للصيد الرياضي اليوم نرجع إياك هذه المبادرة إياك نكون فريق وطني بإمكانه منافسة وبإمكانه يعود القوانين الدولية التي نطبقها الاتحاد الدولي للصيد الرياضي في بس تالي اليوم لأنه خلقه فريق قابل لأنه ينافس وإن شاء الله يحقق نتائج وقد ارتكز التكوين في هذه الدورة التكوينية الأولى من نوعها على المستوى الوطني حول التقنيات الحديثة الخاصة بالصيد البوري لماذا الصيد البوري؟ لأنه لما تكون واحدة المسابقة فبطبيعة الحال أن الجل المتسابقين تيمشي إلا بالمنتجات ديالهم بالتراكب اللي تستعدوا بها إلا الصيد البوري على أساس أنهم بشيت توجوه لأنه سهل في الصيد هذه التراكب هذه بطبيعة الحال مشيهية مغربية مشيهية موريثانية مشيهية تونسية وهي تقنيات معترف بها من طرف الفيدرالية الدولية للصيد الرياضي البعلي ويعول على هذا التكوين في تأهيل المهتمينة بالصيد الرياضي للمشاركة بالمسابقات الدولية في مجال الصيد الرياضي وفق آخر التقنيات الحديثة المعتمدة في المجال كانت حاضرة في الدورة كانوا عندنا الخبرات ما شاء الله الخبرة نعرفها حواته ما شاء الله وORDER ما هو بالصيفة أصبحت العالمية نحنا كنا فاقدين ما قاله الوعي العالمي وهو طريقة الصيد في المسابقات العالمية نحن نحوطوا نعرف جميع الصيفات التحوات الصيفة التي نحوطوا بها الصيد العالمي كنا فاقدينها جاءونا الحمد لله مكونين من المغرب ونعتن لنرية بيكان خاصة نتعلم ويتمون وشارك電 في المسابقات العالمية التكوين زين استفادينا منه تبرك الله عدنا في السيد البحري ولأنه عافظة في السيد البحري ومشأل الله زين واجح في سيد البحري وادي أن يعلم أنا المتابعي فيه قد Burnney مثلت النساء في هذا التكوين اللي وهي وعلن ما كله زين نهاية وقد توجد الدورة التكوينية بتوزيع شهادات تفيد بحصول المشاركين على المهارات الضرورية في مجال الصيد البوري إلى ولاية البراكنا حيث تسيم دكاكين التموين بمقاطعة بابا بي في توفير المواد الغذائية بأسعار مدعومة بشكل يومي للساكنة هناك وتشهد هذه المحلات تجارية إقبالا متزايدا من طرف ذوي الأشخاص وذوي الدخل المحدود لاقتناء حاجياتهم اليومية 19 دكانا من دكاكين التموين على مستوى مقاطعة بابا بي يتم تموينها بشكل منتظم كل شهر بمختلف المواد الغذائية الأساسية في المائدة اليومية من أجل توفيرها للمواطنين بأسعار مدعومة دكان حي المقام وسط مدينة بابا بي نموذج من هذه الدكاكين التي تشرع أبوابها بشكل يومي أمام المواطنين للتبضع تماشيا مع القدرة الشرائية للأسر من ذوي الدخل المحدود وقد ثمن الساكنة هنا انتظام العملية مؤكدين استفادتهم منها بشكل يومي نستفاد من الربعة تأمين اللي هون إن شاء الله بصفة متاظمة نجو يوميا ونقبضهم كل يوم عندنا حصة هذا يوميا نجو هنا قبضهم إن شاء الله بصفة متاظمة هالمواد توفرها كاملة ما عندهم مشكلة الحمد لله ونختار حصة يوميا نختارها تنزادنا بالعموم واللي متكلمين عن العموم كامل الناس تجينا فاصلة هون ترنقي هون يوميا ونشوفوا الظروف هون عرفوا الظروف هون نحن اللي سكان هون ونختار حصة يومية تنزادنا وتتدخل كذلك مفوضية الأمن الغذائي في عدد من المجالات الأخرى التي تساعد مهات الأسر في الأرياف على توفير تغذية الأطفال وخلق مشاريع مدرة للدخل لقد قامت السلطات العرية للبلد بعدد من التدخلات في هذا المجال عن طريق مفوضية الأمن الغذائي لدعم هذه الفيات الهشة من المجتمع وفي هذا السياق قامت المفوضية أيضا إضافة إلى ذلك بتوفير ما يناهز 298 حصة لصالح النساء الرضع والحوامل لتشجيعهن للتوجه إلى النقاط الصحية في حالة ضرورة وإضافة إلى كل ذلك المساعدة التي تقدمها في مجال تغذية الأطفال وتمويل عدد من المشاريع الزراعية لصالح الساكنة تدخلات أسهمت في تعزيز الأمن الغذائي وساعدت في استقرار الساكنة هنا وهو ما أنعش التنمية المحلية ضمن سعي السلطات العمومية للرفع من مستوى التنمية في هذه المنطقة محمد الملهاد قناة الموريتانية مدينة باوبي يستقطب سوق الهواتف النقالة في مدينة كيهايد عشرات الشباب الذين يزاولون مهانا مختلفة ترتبط بإصلاح وبيع الهواتف فرق من مكتبنا في كورغولزر هذا السوق وحاور بعض الشباب حول مستوى النشاط ومردوديته الاقتصادية الآن ننتقل إلى الأنباء الدولية لكن بعد الفاصل أهلا بكم من جديد يستمر العدوان لها مجيء على قطاع غزة من خلال القصف المتواصل بعد مجزرة في مخيم سارات وسط القطاع قالت مصادر طبية إن عدد الشهداء وصل إلى أزيد من 38 ألف شهيد منذ بداية العدوان 27 منهم استشهدوا اليوم من بينهم ثلاثة أطلق جيش الاحتلال النار عليهم بعد الإفراج عنهم شرقي رفح كما شن جيش الاحتلال الإسرائيلي حملة مداهمات واعتقالات في عدة مناطق بالضفة الغربية ودرت اشتباكات بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال في مخيم الفارعة جنوب طباسة وأنعت المقاومة وكيلة وزارة العمل إيهاب الغصين الذي استشهد في غزة بينما قالت سرايا القدس إنها قصفت بالاشتراك مع ألوية الناصر صلاح الدين تجمعات للاحتلال برشقة صاروخية في موقع ناح العوز العسكري واعترف الاحتلال بإصابة خمسة عسكريين خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية أربعة منهم في معارك غزة شهدت جبهة جنوب لبنان اليوم تصعيدا إسرائيليا بعد شن جيش الاحتلال غارة جوية استهدفت منطقة تبعد عن الحدود نحو خمسة وعشرين كيلو مترا واستهدف جيش الاحتلال منزلا في الناقورة جنوبي لبنان مما أسفر عن تدميره بشكل كامل يأتي ذلك بينما وصل حزب الله واصل حزب الله استهدافه للمواقع العسكرية الإسرائيلية حيث أعلن استهدافه للتجهيزات التجسسية في موقع الراهب كما قصف بعشرات صواريخ الكاتوشيا قاعدة نيومرا في غربي الطبرة قالت وسائل الإعلام عبرية الأحد إنه جرى إطلاق عشرات الصواريخ من جنوبي لبنان على منطقة الجليل شمالا ما أدى إلى إصابة إسرائيلي بشروح في بلدة كفار زيتين وأشتعال عدة حرائق بالمنطقة تصدر تحالف الجبهة الشعبية الجديدة اليساري نتائج الانتخابات التشريعية التي جرى شوطها الثاني اليوم في فرنسا مدبوعا بتحالف الرئيس ماكرون معا فيما حل اليمين المتطرف ذالذا حسب تقديرات المعهد إيبي سوستالان لكن دون أن تحصل أي كتلة على أغلبية مطلقة في الجماعية الوطنية وشهدت الدورة الثانية من هذه الانتخابات مشاركة قاسية من قبل الناخبين الفرنسيين حيث بلغت نسبة المشاركة أزيد من 67% وفق تقديرات معهد إيس بوستالان عند ساعة الخامسة مساء وكان حزب التجمع الوطني اليمين المتطرف بزعامة مارين لوبان ورئاسة جوردان بار ديلان تصدر نتائج الجولة الأولى بنسبة 33.15% ونسب إلى زعيم فرنسا الأبية جون لوك ماي لانشون قوله إن رئيس الوزراء المغادرة وإن تحالف اليسار يجب أن يحكم البلاد بهذا نأتي على ختم المسائية عود على بدء وتذكير بالعناوين رئيس الجمهورية الرئيس المنتخب في تغريدة على منصة يهنئ الشعب الموريتاني بمناسبة حلول العام الهجري الجديد سيادته يهنئ الرئيس الإيراني المنتخب يتلقى التهنئة من طرف الرئيس التركي بمناسبة فوزه في الانتخابات في مؤشر على موسم خارف واعد مناطق واسعة من الوطن تشهد تساقطات مطرية هامة وارتياح لدى ساكنة هذه المناطق في الختام هذه تحيات فريق العمل وتحياتي إلى اللقاء اشتركوا في القناة